فهمتل اصميل ده تكنولوجيا عالية جداً هو ده المستقبل بتاع إصلاحي الإبصار لكن لازم نبقى فاهميه كويس قوي أنه ما ينفعشي لكل العيون فانا اعتقد tenemos دورنا نوضح ان الفهمتل اصميل ده عبارة عن ايه و ايه اللي ليه و ايه اللي عليه علشان تفاكر الناس أنه هو ان النفاهم تكو أصميل خلاص يعني انا ما ينفع ليش لزك ما ينفع ليش أكس من العمليات فانا راح أعمل الفهمتل اصميل و خلاص موجودة لأ فإحنا عايزين نوضح الكلام ده حالك العادة جملتك فيها المضمون كله يعني الجملة اللي انت قلتها النهاردة دي في الأول الكلام اللي هي أن الفيلم توسمايل هو إيه هو يصلح لمين ما يصلحش لمين مضمون الكلام كله بس هنفصصها بقى حتة حتة فأبدأ بالأول ما هو الفيلم توسمايل الفيلم توسمايل هو باختصار شديد أولا خلينا ننتفق أنا عايز أوضح تاني للسيدة المشاهدين أن القرنية اللي هو الجزء الخاري من العين هي عبارة عن طبقات زي الورقة دي بالزبط كده وعدادها حوالي 200 طبقات أي عملية بنعملها القرنية لو كانت مقوسة بالشكل ده فأنا هو عايز يصلح أسر النظر بخليها أقل التقووس لو واحد تاني عنده طول نظر أنا أخليها مقوسة أكتر استجماتيزم بشتغل على محورين مختلفين عن بعض المهم يعني أنا بغير في شكل القرنية سواء كانت كده أوت بخليها أكتر أو سواء كانت كده بخليها مفلطحة أكتر لو عايز يصلح طول نظر أو أصلح أسر نظر فإحنا بنغير فيه تحدي بالقرنية إزاي كلام ده عن طريق شوعة الليزر شوعة الليزر إنه هو في الآخر بيقعد يسنفر فيه القرنية علشان يغير شكلها فبالتالي حجم أو سمك القرنية بيقل مفيش عملية إصلاح إبصار بتحصل على مستوى القرنية إلا لازم يتبعها إن أنا أغير أو أشيل طبقات من القرنية حتى الفيمتو سمايل إنه فيه ناس فاكرة إن الفيمتو سمايل ما بيشيلش طبقات من القرنية أبدا الفيمتو الليزر السطحي بيشيل من سطح القرنية يشيل طبقة 2-3 من سطح القرنية ودي المشكلة سطح القرنية إن الطبقة دي حساسة قوي دي اللي بتحس بالألم ففترة النقاها بعد العملية بتكون صعبة شوية صغرين العين بيحس بحرقان وشكشكة تمتد ساعات لمدة 4-5 تيام بعد العملية وفيه شابورة ساعات توقف في العين عبر ما لقل أنسجة تلتائم تاني تمتد ساعات لإسبوعين بعد العملية ففترة النقاها بتكون سخيفة شوية والطبقة كمان السطحية دي هي مهمة جدا في تحديد قوة نسيج القرنية جيه الليزك أو الفيمتو الليزك كلمة ليزك بالكاف أو بالكي بالحرف الكي إن أنا قال له خلاص نشيل الطبقة الحساسة دي من نشتغلش عليها خلاص بعيدة عن مصار الليزر ليه بها كده هوت؟ الطبقة دي فيها الأعصاب وفيها أنسجة القرنية اللي هي بتحافظ على شكل القرنية نبعدها وننزل شوية الليزر كده هوت؟ زي ما بين هناوت في الفيلم إحنا هناوت بالليزر دلوقتي بنعمل قطع في القرنية أنا بابصلحش حاجة أنا لسه بعمل قطع في القرنية دي السطح القرنية اللي هو فيه الأعصاب اللي بتحس اللي فيها الألم مصدر الألم أنا بعيدها عن مصار الليزر دلوقتي بقلبها زي الكتاب كده هوت؟ شوعة الليزر بعد كده شوعة تاني بينزل يصلح حيوب الإبصار اسمه إجزيمال ليزر اللي أولاني كان فمتو ليزر وده شوعة تاني اسمه إجزيمال ليزر أصلحت حيوب الإبصار أرجع الطبقة دي تاني مكانها أنا عملتك كده واتنزلت شوعة الليزر ونرجعت دي تاني مكانها الفمتو سمايل بقى طب أنا أنا بأعمل أولا في الليزك أنا بأعمل كده أنا بأصلح حيوب الإبصار يعني بأشيل طبقة أو طبقتين من القرانية بشيلهم خالص طيب لو أنا بعمل بعد كده بقى فيمتو سمايل إيه فيمتو سمايل بيعمل إيه؟ أنا بعمل فتحة صغيرة قوي وبخش وبشيل أنا طبقتين من القرانية أو ثلاثة بالشكل ده كده هو بشيلهم خالص كده هوت بس أنا ما لمسش سطح القرانية خالص بشيلها من طبقات القرانية الداخلية هنا هوت شوعة الليزر هنا هو بيعمل بيقطع في القرانية بس في طبقات القرانية الداخلية وبشيل بعد كده الطبقة دي اللي أنا شلتها بحدد سمك الطبقة دي على حسب أسر النظر عند المريض كلما الأسر النظر يزيد أكتر ممكن طبقة دي تبقى سمكة أكتر لكن في جميع الأحوال هي ما بتفرقش كتير في الفيمتوسمايل بيبقى حوالي 30 مايكرون كلها من أولى لأخيرة يعني بشيل السمك ده بشيله خالص والمريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تاني إيه المميزات في الفيمتوسمايل؟ أولاً لازم المرضى أو السيدة المشاهدية يعرفوا أن أنا برضو رفعت القرانية في الفيمتوسمايل لأنني شلت طبقات من القرانية شلتها بس شلت من طبقات القرانية الداخلية فأنا ملمستش سطح القرانية وبالتالي ما فيش إحساس بالألم بعد العملية فترة النقاها سريعة جداً لأن فترة النقاها بتعتمد على سطح القرانية ده فترة النقاها بتكون سريعة جداً للمريض يقدر يمارس حياته بعد العملية بيومين ثلاثة يمكن النظر يقعب مزغل شوية صغيرين لفترة سعاب التمتد الممكن لأربع أو خمس أسابيع لكن بيمارس حياته بشكل طبيعي يمكنني لاحظ أن الرؤية يعني مشبرة شوية صغيرين الرؤية مش واضحة بالليل أوي زي ما هو كان متخيل هتستقر في خلال أربع أو خمس أسابيع بعد العملية واسعب تستقر في خلال أسبوع بس لكن احنا بنقول المريض بعد يومين تقدر ترجع لشغلك عادي جداً ما فيش أي ألم يمكن إحساس الشك بيكون بسيط جداً أنا ملمس السطحي القرنية خالص وفي نفس الوقت لها ميزة أن جفاف العين اللي هو مشهور بعد عملية الليزك أو الليزر السطحي بيبقى نسبته أقل مع الفيمتوسمايل فإذا الفيمتوسمايل هو تكنولوجي ظهرت جديدة لها مميزات أنها فترة النقاهة بتكون أقل الإحساس بالألم بيكون أقل بعد العملية نسبة حدوث جفاف العين بتكون أقل لكن بتشترك مع الوسائل الأخرى زي الليزر السطحي والليزك إن هي برضو بتشيل طبقات من القرنية وبترفع القرنية وليها شروط زيها زي شروط الليزك بالزبط اللي ما ينفعلوش ليزك ما ينفعلوش فيمتوسمايل عشان الناس فهمها غلط ما ينفعلوش ليزك فنروح عامل بقى فهمتوسمايل لا